ام عبدالله من اليمن تقول أنا متزوجة من رجل عاش بعيدا عن أولاده و قمت على تربيتهم أفضل تربية رجع الزوج للوطن لكن يحب انتقاد كل شيء يدعو علي على أولادي رغم أني ما لم أقصر من قبل في حقه و صعوب علي و على أولادي التعامل معه من نصيح يا شيخ عندما أستأذر للخروج للسوق أو المستشفى أو لزيارة بناتي وجيراني يرفض و يشتمني علما بأن عمري ستين سنة هل علي إثم إذا ذهبت بندوني استئذان أختم عبدالله من اليمن أعانك الله و صبرك الله ولا شك بأن هذا نوع من أنواع المأساة التي تمر فيها كثير من النساء امرأة سافر زوجها سنين طويلة قامت على أولادها خير قيام تربية و تعليم و توجيه و محافظة على أولادها يأتي الزوج من بلد و قد تغيرت أفكاره و ينتقد كل شيء و يشتم و يلعن زوجته و يلعن أولاده و يتعسف في استعمال الحق اللي منحته الشريعة له بمنع زوجته من الخروج هذا ظلم فاضح نسأل الله العافية و السلامة و لذلك هذا الزوج علي أن يتق الله عز وجل و أن يخاف الله و أن يعتقد بأن المسلم ما تغيره البلدان و لا تغيره المجتمعات و لا تغيره بعض الثقافات المسلم أصيل المسلم يتمسك بدينه المسلم يتمسك بسنة رسوله المسلم أيضا يعتز بعاداته و تقاليده مدام أن لا تتصادم مع الشريعة أنت غبت سنوات طويلة كان الواجب عليك أن تشكر هذه الزوجة و أن تطبع على رأسها قبلة على هذه السنوات اللي تحملتها نيابة عنك فقامت بدور الأم و بدور الأب و أنت هناك تعمل أو يعني تجتهد في طلب الرزق لكن عدت متغيرا فاتق الله الأمر الثاني تتق الله بترك اللعن و السب و الشتم نبي عليه الصلاة و السلام يقول ليس المؤمن باللعان و لا بالطعان و لا بالفاحش البذي هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام أمر الآخر هذه المرأة عمرها ستين سنة محاصرتها في بيتها بمثل هذه الطريقة ظلم عظيم زوجتك هذه كانت تخرج و تأتي بالضروريات و الحاجيات و تزور أرحامة في غيبتك ما الذي تغير ما الذي تغير يعني لما أتيت خلاص أصبحت يعني مسيطرا على كل وضعية في البيت هل هذه يعني تعتقد بأن هي والله الرجولة مثلا هل هذه تعتقد هي القوامة مثلا اللي أمر الله بها غلطان غلطان لا أبدا لا بد أن تفهم بأن هذه ليست هي القوامة القوامة تشريف القوامة تكليف القوامة احترام القوامة رفق القوامة مودة قوامة خدمة و ليس استهزاء ببعض التصرفات ليس استهزاء ببعض التصرفات فهذه نعمة من نعم الله أن تبقى زوجة تحت ذمة زوج تركها سنين عددا وهي قائمة مقامة في التربية والتعليم عموم من أخت الفاضلة وصل لي لهذه الرسالة أين استجاب استجاب ما استجاب أنت بالخيار حابة تستمرين معه على هذه الحياة الله يعينك لك الأجر والثواب وهذا الذي أوصيك به صبري تقول لي والله صعب يعني الإنسان بعد هذه السنين يتعرض لمثل هذا الظلم و مثل هذا الإقصاء و مثل هذا السحق لك الحق في طلب الفراق الشريعة ولله الحمد تقف معك في قضية أنك تطلبين مفارقته لكن صبري أو وصيه تكلمي معه أدخلي من أدخلي من يتكلم معه و يعلمه و يوجهه و اعتقد بأنه إذا عاد وسكن معكم و يعود إلى يعني خلطة المجتمع من جديد أعتقد بأنه سيعود إلى عاداته الأولى و يعني يبدأ يتقبل هذا الشيء الموجود أصلا في مدينتكم شكرا للمشاهدة